تعال نشوف بقى هنا الهجمات بالظبط يعني النقطة الحامرة اللي انت شايفها دي هي المناطق اللي تم ضربها بالفعل فهتلاقي هنا ماريو بول اتضربت كراماتروسك اتضربت خاركيف اتضربت كييف اتضربت من بيلاروسيا اتحركت قوات وعلى ما يبدو هي دي اللي ضربت المنطقة بتاعت تشيرنهايف فينتيسيا اتضربت برودي اتضربت لفيف اتضربت ولوفوف اتضربت بالتحديد اوداسا اتضربت خرسون اتضربت زيميني اتضربت وطبعا شبه الجزيرة القرمة عمليا لم تضرب لانها هي بالاساس تم ضمها الى روسيا في سنة 2014 لما حضرتكم تتذكروا الاستفتاء الشهير المنطقة هنا بقى اللي بقولك عليها دي الحتة اللي هي لوهانسك ودونسك دي المنطقتين اللي تم اعلان استقلالهم كل واحدة فيهم كجمهورية منفصلة او كما ايضا يسميها الناحية الاخرى يعني التسمية الروسية جمهوريات مستقلة الناحية الاخرى يسمونها القوات الانفصالية بالشرق الروسي لكن لما تيجي تشوف بقى الصراع ده كله هو يؤثر على فين طيب بص على رومانيا وبص على بولندا وفي الجنوب بص على بولغاريا المنطقة هنا منطقة مقلقة للغاية لان احنا هنا بنتكلم على انه المنطقة بتاعت سواء اذا كان بحر اوزوف هنا او المنطقة دي بتاعت البحر الاسود هي المدخل الروسي الى البحر المتوسط فيما بعد وايضا الى منطقة شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط او المنطقة العربية من ناحية تانية المنطقة دي اللي هي اوكرانيا هي روسيا طول الوقت كانت بتستخدم هذه المناطق في مد الغاز عبر هذه الدول دهابا الى وسط وغرب اوروبا احنا عارفين انه كان جزء من القرارات اللي كان مبتغاها توقيع عقوبات على دولة روسيا الاتحادية انه يتم وقف استيراد الغاز او البترول او كلايهما من روسيا الاتحادية اللي انه تم وقف تمرير هذا القرار بالكامل وطبعا ده لاجل المصلحة المشتركة او للمصلحة حتى المباشرة لاوروبا الغربية اللي انه هما بيبحثوا توقيع عقوبات اخرى ويمكن كان اخرها انه في احتمالية كبيرة لاخراج روسيا زي ما كنا بنقول من النظام العالمي للتحويلات المالية سوفت اشتركوا في القناة